وللحديث حول الموضوع ينضم إلينا الكاتب والسياسي المعارضة دكتور أسامة الملوحي عبر سكايب من الدوحة أهلا وسهلا بك دكتور أسامة بداية دكتور أسامة كيف تقرأ تخفيض وفد الفصائل الثورية لحجم مشاركته واقتصاره على الخبراء والتقنيين في محادثات أسنى مع نظام الأسد بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنا قضية التخفيض لا تعديلي كثيرا لأنه إن كان هناك فرد أو مجموعة فالأمر سيئا لأن الأمر فيه خلال يا سيدي خطير يعني لا أحد يستغرب يعني أن الأستانة اثنين اثنان اليوم تتحدث عن موضوع يعني قد تم إعادته كذا مرة يعني وقف اطلاق النار باتفاق أنقرة ثم بعد ذلك تثبيت لوقف اطلاق النار اليوم لدينا تثبيت تثبيت اطلاق النار وقف اطلاق النار ثم بعد ذلك وبعد كل تثبيت تحدث ليس خروقات وإنما خروقات ضخمة جدا من قبل الروس والنظام عسكريا على الأرض وأنت تعلم أنه بعد الأستانة واحد تم يعني اقتحام ودي بردة وتهجير المقاتلين وأسرهم وقسم كبير ربما اليوم درعة ربما اليوم درعة أيضا في الأستانة اثنان الأمر يعني غريب غريب يبدو أن هؤلاء لا يستمعون لقنواتكم ولا يستمعون لأصوات الأصوات التي نرسلها لهم نحن لست بأعداء ضدهم نحن ملزمين بأن يكون للثورة عنفوان ليكون لها كرامة هذه ثورة الكرامة ما هذا الذي يفعلونه يعني يذهبون بإملاءات طيب ألم يقولوا في أستانة واحد إذا حصل تهجير بنوادي بردة فإننا لن نجلس بعد الآن في أي مفاوضات وسوف نلغي كل الاتفاقات السابقة ولم يفعلوا شيء رغم أن الأمر حصل مباشرة بعد الأستانة الأولى بعد الأستانة الأولى طيب هؤلاء يعني الأمر مريب أقول لك طيب يا دكتور يعني أنت لست كاتب وسياسي معارض فقط أنت رئيس هيئة الإنقاذ السورية أيضا يعني نتحدث أنه ينبغي عليهم عدم الذهاب وفشل الذريع وما إلى هناك طيب عطينا بديل ما هو الحل البديل لما تتحدث عنه أنت الآن أولا قضية عدم الذهاب للجلوس مع أي كان للجلوس والحوار هذا أمر لم نقله في يوم من الأيام اذهبوا ولكن اعلموا أنكم ذاهبون إلى عدو عدو بشار وعدو روسي وحتى ديمستورا بنحيازه المعروف الحل البديل نطرحه نكتبه نوضحه وليس بالعموميات بالتخصيص حتى لا يقال أننا نضيع الكلام بالعموميات الحل البديل يحتاج جزء عسكري لأن الذي هو في حالة انكسار نسبي عسكري والكفة يعني ترجح لصالح النظام وروسيا وتذهب أنت للتفاوض فهذه التفاوضات استسلام وليس تفاوضات ناجل تسوية لما يحصل في سوريا وهناك أمر خطير والمحوى يقفزون من فوقه الذي هو بقاء بشار الأسد فلذلك تجد أن الورطة كما يليه باختصاره شديد أن بقاء بشار الأسد لا يتم الكلام مباشرة عن بقائه من عدم بقائه من زواله لا يتم وأصبح الأمر في المرحلة الثانية طيب ديمستورا تمام ديمستورا حضرتك تقول أنه يتم القفز فوق ثابت من أهم ثوابت السورة وهو بقاء رئيس النظام بشار الأسد طيب ديمستورا عم يتحدث وعم يقول أنه في مناقشات لدستور جديد وأيضا انتخابات في سوريا ماذا يقصد بذلك؟ هو بالضبط هذا ما أريد أن أصل إليه لذلك هو قفز هي الخطوة الأولى لتنفيذ ما يريد هو بقاء بشار الأسد هذه التسوية تقول ومغلفة وقلت هناك تغليف لخداع أكبر عدد ممكن من الثوار وهذا مطلوب من الناشطين والثوار هؤلاء دائما يشكلون خطر العرقلة أمام بقاء بشار الأسد لذلك لا بد من التغليف من التغليفات الهامة لغاية انتخابات مبكرة برعاية أممية ونزيها وأنا أقول لك ستكون نزيها فعلا نزيها بعدم تزوية لأن مجرد بقاء أجهزة القمع كما هي ووجود رمزها الذي هو بشار الأسد سيجعل الناس من الرعب ينتخبون بشار الأسد وهذا أنا أجريت فيه في الداخل في الداخل في المناطق غير المحررة والمحررة وخرجت بنتيجة عجيبة لمرتين الجميع قال أو الأغلبية قالت أننا سننتخب بشار الأسد لأننا نتحسر أشكرك أشكرك جزيلا الشكر لديق الوقت دكتور سامة ملوحي وصلت الفكرة الكاتب والسياسي المعارض كنت معنا من الدوحة شكرا جزيلا لك